السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثيرين البنات لبس عليكم تنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ومرحبا بكم جميعا وتنشكركم جزيلا الشكر على الدعم ديالكم للقناة وتتبع الفيديوهات ديالي وتشجيعات وتنتمنى انكم تلبيوا لي واحد طلاب وهي انكم تدعموا القناة ديال اخت ديالي وهي قناة عالم حنان قناة متنوعة فيها الطبخ كروشي خياطة طرز وتنتمنى انهم اللي يدخل عندها يكتف التعليقات ديالو بانهم من طرف ملكة وجزاكم الله وخيرا ديبا غدي ندوز العمل ديالنا اللي هو عبارة على ضريس بالعقيق جد رائع غدي نبدو على بركتي الله اول حاجة غدي نحتجوه هي اننا غدي نخدمو الحبكة كف العادة لي عبارة على سلسلة ورزة حشو سلسلة ورزة حشو بالنسبة للحرير غدي نستطيع انا هستعمل الحرير العدي ممكن تستعمل الحرير المبروم على اربعة شعرات ثم غدي ندخل العقيقة بالابرة الرقيقة يعني اللي ما اختمش لي الابرة الرقيقة ممكن يدخلوا بالطريقة اللي كنت جاء اوريتكم الكروشي رقم اثنى عشر غدي نبدو بسم الله عربكة الله بعقدة البداية ثم غدي نتبتو الحرير بورزة حشو من بعد غدي نستمرو بورز حشو احتى غدي نخدمو التسع ورز حشو يعني هذي الغرزة الاولى التانية التالية التالية الرابعة الخامسة السلسة السابعة ثم التاسعة من بعد ما خدمنا هذي تسع غرز حشو غدي نرتفع بخمس سلاسين ثم غدي نجاوز الغرزة الاولى التانية التالية في الغرزة الرابعة غدي نخدمو غرزة حشو من بعد غدي نخدمو 17 غرزة حشو من بعد ما خدمنا هذي 17 غرزة حشو ثم غدي نخدمو بنفس الطريقة غدي نرتفعو بخمس سلاسين ثم غدي نجاوزو الغرزة الاولى التانية التالية في الغرزة الرابعة غدي نخدم غرزة حشو وتنستمرو على نفس الطريقة حتى تنكملو السطر باكمله بالنسبة لي انا هنا يعني كتافيت ان اني نخدم غير ثلاث غرز حشو باش غدي نرجعو ولكن بالنسبة لكم انتوما غدي نتكملو حتى غدي نتخدمو 9 غرز حشو باش ديكم الخدمة في نيبو واحد ثم غدي نترجعو بغرز حشو حتى غدي نتوصلو يبقى لكم ثلاثة دي الغرز حشو من بعد غدي نتبدو تخدمو بالاعمدة غتخدمو في هاد الفراغ غدي نتخدمو 12 عمود بلفة واحدة غدي نتخدمو 12 عمود بلفة واحدة غرز حشو في الغرزة التالية غدي نخدمو غرزة حشو باش نتبتو هاد الضريز دينا من بعد تنستمرو بغرز حشو يعني متتالية حتى نوصلو للضريز تاني يعني حتى نكو على تلاتة دي الغرز حشو اللي قبل من ضريز وتنستمرو بنفس الطريقة دائما غدي نخدمو في الفراغ الموالي آميدة كيف ما تتلاحظو أخواتي؟ يعني وصلنا لهاد باش غدي نخدمو الضريز الثاني يعني تبقوني تلاتة دي الغرز حشو ثم تنخدمو عمودة في هاد الفراغ يعني 12 عمود بلفة واحدة تنستمرو بنفس الطريقة وبنفس التاسيب حتى تنكملو السطر باكمله ودائما بالنسبة حتى نوصلو لهذا الدريز تنكملو بغرز حشو حتى النهاية ثم تنرجعوه أنا كثيفة تغير بهذا القدر ولكن باش يجيكم على نفس المستوى أو لنفس النبو باش يجيكم الخدمة هي هديك وزوينة غادي نبدو دابا نخدمو العقيق كيف ما استطلعتو أخواتي غادي نجيبو الصدي العقيقات ثم غادي ندخلو الكروشي في هاد الغرزة الأولى ثم غادي نسحبو الحرير باش غادي نخدمو وغرزة حشو دابا غادي نتوزو الغرزة الموالية بنفس الطريقة ثم تنمرو الغرزة الموالية وغرزة الثالثة وتنجيبو الصدي العقيقات تندخلو الكروشي في هاد الغرزة ثم تنسحبو الحرير وتنستمرو بنسط طريقة كيف ما تطلعتو أخواتي حتى تنكملو هاد الضورة بأكملها من بعد ما اكملنا هاد الضريس بأكمله كيف ما تطلعتو أخواتي غادي نجيو نتبتو العمل دينا بغرزة حشو ثم تنستمرو أخواتي بغرزة حشو حتى تنوصلو الضريس الموالي وهذا الخدمة تدجيزوين أو أنيقة وسهلة في الخدمة ليلا ممكن أنكم تستخدموها في يعني كدريس يتعمل الكميمات أو للقب ممكن كذلك تعملوا في صدر كروشي وكذلك ممكن تجي كذلك نصف طوق تدجي أنيقة جدا وتنتمنى أن العملينا نعجب دي لكم وإعجبكم دائما ما تنسوش لايك للفيديو والتعليقات اللي عندو أي سؤال أو لاي استفسار أنا را هنالإشارة غادي نجيو دباء الضريس الموالي غادي نجيو لهاد فوق العمود الأول دائما وتنخدمو بالعقيق يعني تنجيو بصدية العقيقات وتنخدمو بهذا الطريقة كما تتلاحظو وتنستمرو عليها حتى تنكملو الدرس بأكمله من بعد ما كملنا يعني هذا السطر بأكمله أخواتي دائما كما أصبق لي وقت لكم بأنه خاصنا نكملو الغرز حجو نكملوهم حتى النهاية باش تجينا الخدمة على نفس المستوى وتجينا يعني مقدة و وأزوينة أنا ما كملت حتى النهاية غير را باش يعني باش ننكملش باش ننطولشيكم فيديو غادي نكسافي غير بهذا القدر يعني غادي نخدم أربع غرز حشو ثم ما تنقل بالعمل دي لي وسمحوا لي في هاد اللقطة ما جات شوات حامزيان ولكن في الدرس الموالي يعني الضرس اللي غادي يجي من بعد هذا غادي يتسابي الخدمة دبا غادي نتبتو هاد العقيق يعني بغورة حشو ثم سلسلة ثم تنديو العقيق الموالي تنديو في الوسط يعني تفقونا ثلاثة في هاد الجهة اليمين وثلاثة في الجهة اليسار ثم تنخدموا غرزة حشو من بعد سلسلة ثم تنجيو العقيق الموالي بنفس الطريقة تنجيو في الوسط تنخدموا غرزة حشو سلسلة وهكذا حتى تنكمل هاد الدورة باكملها من بعد ما كملنا أخواتي هاد الدريس باكمله غادي نجيوز الغرزة الأولى الثانية الثالثة في الغرزة الرابعة غادي نخدموا غرزة حشو ثم تنستمروا بغرزة حشو حتى سيبقوا لنا أربعة ديال الغرزات حتى نخدموا الضريس الموالي كيفما تطلحتوا أخواتي يعني خدمنا ثلاثة ديال الغرز حشو وبقولينا هاد هاد الربعة ديال الغرز لبغدين نوريكم الطريقة نتعيب لي وواضحة أكتر كيفما تطلحتوا أخواتي مباشرة تنخدموا غرزة حشو في وسط هاد العقيق ثم سلسلة ثم تنجيو العقيق الموالي تنخدموا غرزة حشو في الوسط يعني تبقينا ثلاثة ديال لعقيقات من جهة اليمين وثلاثة ديال لعقيقات من جهة اليسار ثم سلسلة وغرزة حشو في الوسط هاد العقيق وتنستمروا بنص طريقة بنص ترتيب حتى تنكملوا الضورة بأكمالها بعد ما كملنا أخواتي هذا هو الشكل دياله ولكن غادي نضيفوا عليها يعني واحد ضريص خفيف تيبقى اختياري ممكن تخدموا الدرس المائي الأولى المهم ثم غادي تختاروا الدريس اللي أعجبكم أنا غادي نكتفي بغرزة بيكو تجيزونا كيفما تطلحت أخواتي مرات خدمت غرزة حشو في هاد الغرزة الموالية ثم ارتفعت بثلاث سلاسيل من بعد غادي نخدم غرزة بيكو غادي نخدم غرزة حشو أولى ثم غرزة حشو تانية ممكن تخدموا واحدة ثلاثة ديال غرز حشو أنا كتفيت بغرزتي حشو من بعد غادي نجي نخدم غرزة حشو في الغرزة الموالية كيف ينتبت غرزة بيكو ثم تنخدم غرزة حشو ثانية ثم ترتفع بثلاث سلاسيل وتنجيل الغرزة اللي قبل من هاد الغرزة اللي خدمت وتنخدم غرزة بيكو يعني أنا تنخدم غير غرزة الحشو انتوما لكم اختيار ممكن تخدموا ثلاثة ديال الغرزة حشو تايت تجيزو منها وتنستمروا أخواتي بنفس الطريقة بنفس ترتيب بحيث تنكملوا العمل ديالنا بالنسبة للغرزة لكم الاختيار ممكن تخدموا شيء دريس أخر انتوما عنصب اختيار ديالكم أنا اعجبني هاد الغرزة بيكو تدجيزو كسنينة زوينين وتعطوها واحد يعني واحد طابع أخر وطابع زوين وخفيفة تفل خدمة ديالها سهلة وتنتملنا أن الفيديو يكون لإعجاب ديالكم لا تنسوا لايك للفيديو والتعليقات واللي أول مرة تشوف القناة ديالي يعمل شتراك ويشجع للقناة كيفما تطلحتوا أخواتي دا والشكل النهائي تجيزو شكل يلي جد جد رائع وسهلة وخفيفة وفي المتناول أي واحد أنا أخدمها وانيقة جدا تفي اللبسة تجيانيقة وما تنسوش أخواتي كما سبق لي قلت لكم بأن تدعموا الأخت ديالي الاسم ديال القناة دياله وهي عالم حنان قناة متنوعة خاصة بالطبخ الكروشي الطرز كل ما تعلق بالمرأة وإلى عمل مقبل بإذن الله